السلام عليكم انا لمياء زكريا النهاردة بقى جالكم بالقطايف كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا انا عملت نوعين من القطايف يلا بينا كده نشوف اول نوع من القطايف وتجربوها وتعجبكم في البولة بتاعتنا كده معنا كوباية دي شفان تجيبوه جاهز او بتجيبوه شفان وتطحنوه في البيت زي ما تحبوه وعليه معلقة صغيرة من لبن البودرة هي بتدي طعم جميل جدا للقطايف بس ممكن تستغنوا عنه ورشة ملح كده صغيرة وكوباية مية دافية ونبتدي نقلب المنكونات بتاعتنا كويس جدا دي مكونات القطايف وكمان طبعا عليها اضافة الخميرة لكن انا ما دفتغاش في الاول لاني حابة اواريكم فرق الفيديو هنا النهاردة كنت عايز اواريكم ايه الغلطات وايه الحاجات كمان الصح اللي ممكن تتعمل عشان تنجح القطايف اول منهم غلطة وهي ان انا قلبت بالشوكة او بالمضرب اليدوي طبعا هي بتتقلب كل حاجة لكن المكونات ما بتضبش كويس جدا مع بعض فالافضل ان احنا نضربها في الخلاط او في الكبة او اي حاجة اه كهرباء يعني المهمة تختلط بيها المكونات كويس جدا او حتى بالهند بلندر هنجيب بقى الطاصة بتاعتنا وهنسخانها كويس جدا وتكون طاصة مش قبل الالتصاق وهنبتدي نعبي القطايف بتاعتنا في كيس او في اه حتى الحاجات اللي هي البلاستيك اللي زي كده المخصصة للحاجات دي ونبتدي نعمل بقى الدوائر بتاعتنا كده تكون رفيعة زي ما احنا شايفين ما تكونش تخينة قوي وهو ده الفرق اللي قلتلكم عليه هنا القطايف بتاعتنا من غير خميرة وطبع مش هتعمل فقاعات ومش هتكون قطايف هتكون فطاير فطاير ممكن احنا بس كده نغمز بيها او حاجة لكن ملاحش علاقة بالقطايف نهائي يعني دي كده تعتبر حاجات اه لا هي زي الفطاير الصغيرة اللي هي بالشوفان وهنا بقى بعد كده بعد موردكم الفرق انا جبت بقى معلقة خميرة فورية كده معلقة صغيرة مليانة ودوبتها في شوية مية وضفتها على باقي المكونة بتاعت القطايف بتاعتي وقلبتها كويس جدا وابتديت بقى اعمل اللي هو دوائر القطايف بتاعتي وتكون يعني الشكل يكون قريب جدا من بعضه زي ما احنا شايفين كده وابتدت تعمل الفقاعات اللي على الوش دي بمعنى كده ان القطايف بتاعتي الحمد لله نكحة وجميلة جدا وهتطلع طرية وحلوة قوي زي ما احنا شايفين القطايف بتستوي على وش واحد بس الوش اللي هو الاسفل ومجرد من فقاعات دي بتديني اللون اللي هو الابيض ده خلاص وتستوي كده من فوق زي ما هشاور لكم عليها دلوقتي كده تعرفوا ان القطايف بتاعتي استاوت كويس جدا ونكمل باقي الكمية بتاعتنا نحاول نخلي الدوائر تكون قريبة في الشكل من بعض كده وبعدين هنخرجها على فوطة ونسبها لغاية ما تبرد خالص شايفين القطايف بتاعتي سهلة جدا وبسيطة ما فيهاش اي حاجة صعبة خالص وهنكمل باقي الكمية وبعدين هنطلعها على الفوطة ونسبها لغاية ما ترتاح وتبرد ونبتدي نعمل الحشوات بتاعتنا زي ما تحبوا باقي حشوات حادق حشوات حلوة الموجودة عندكم في البيت كله هينفع هي دي كانت نوع القطايف الاولانية اللي قلتلكوا عليها اللي كانت من غير خميرة ما تعتبرش قطايف تعتبر فطاير كده ودي بقى القطايف بتاعتنا الحلوة اللي هي اللي عليها الفقاعات الجميلة دي ودي كانت اللي بديه الشوفان وكانت عماها حلوة جدا على فكرة ومش باعة قوي وسناك صحي جدا في رمضان زي ما قلتلكم احنا النظام بتاعنا ما فيهوش حرمان ابدا لكن الفكرة كلها هي الكمية والحركة وشرب المية وطبعا المكونات الغير صحية بمكونات صحية انا هسيبهم بقى وهنيجي للوصفة التانية للقطايف بتاعتنا وهي بديه الامح معانا كوباية دي امح كامل الحبة ومعانا كمير رشة ملح معلقة لبن بودرة معلقة صغيرة خميرة فورية وشوية المية بتاعنا كوباية كده تقريبا ونبتدي نقلبها وبردو الافضل ان هي تتقلب في مضرب مضرب الكهرباء او في الخلاط او في الكبة المهم ان المكونات بتاعتنا تختلط كويس جدا مع بعض وتكون دايبة كويس علشان ما تعملش كلكيع كده للقطايف او تعكسنا واحنا بنحطها في التوصف بتاعتنا انا هنا زي ما قلت لكم حبيت اقول لكم على الغلط وعلى الصح وانا كنت تقلبتها كده تقليب يدوي لكن الافضل حاجة بالكهرباء احسن علشان تختلط المكونات زي ما انتوا شايفين بتاعت بقى اعمل دوائر من القطايف كده ونحاول نكون مخلينا متساوية وبرضو هتتقلب على وش واحد بس وهو الاسفل يعني القطايف متستويش اللي على جنبه واحد زي ما انتوا شايفين لما عملت الفقعات اللي على الوش دي وراح الابيض ده واخدت اللون اللي هو البيش ده شوية يبقى انا كده سويت القطايف بتاعتي كويس جدا وهي هتنتنطر لوحدها كده من التوصحة درشالها بسهولة كده بالاسباتيولا ونحطها برضو على فوتا ونكمل باقي الكمية بتاعتنا كلها لغاية ما تخلص زي ما انتوا شايفين شكلها جميلة جدا وطرية وحلوة بتتقفل بسهولة مفيش ابسط ولا اسهل من كده حاجة صحية خفيفة زي ما قلت لكم الحشوات دي حاجة ترجع لكم بقى حادق حلو براحتكم انا كان عندي جوزهن دوزبيب ومعجون طمر وكمان طمر اللي هو السليم بتاعنا هنبتدي بقى نحشي الحشوات بتاعتنا الجميلة دي واللو عندكم جبنا منزرلة جبنا شيدر حاجات دايت جبنا فيتا اللي متواجدة عندكم كله هينفع هنبتدي بقى نقفل القطيف بتاعتنا كويس جدا زي ما احنا شايفين كده مع بعض عايز اقول لكم ان فيش فرق كبير جدا في الطعم ما بين القطيف اللي بديقي الشوفان او اللي هو بديقي القمح الكامل الحبة اللي اتنين كانوا حلوين قوي على فكرة والاتنين مجمعين جدا لكن التغيير طبعا مطلوب وجزئية اللي هو نوع الدقيق دا لازم التغيير كل فترة يعني شوية بديقي الشوفان شوية بديقي الدرة شوية بديقي القمح زي ما انتو شايفين كده حاجة جميلة جدا انا خلصت اللي بديقي الشوفان وبتاعت اخلص كمان اللي بديقي القمح كملت بقى الحشوات بتاعتي وهنسوي كل القطيف بتاعتنا في الفرن انا حضرت الفرن بتاعي جهسته كده رفء اوسط على درجة حرارة امتين وحضرت الصينية بتاعتي وجبت ورقة زبدة وده هنتهى كده زيت كويس جدا المهم ان احنا ندهن ورقة الزبدة كويس قوي علشان القطيف بتاعتنا ما تلزقش فيها ورصت كل القطيف بتاعتي جنب بعض انا ما عنديش مشكلة ان احنا نفرقهم اللي بديقي الشوفان او بديقي القمح اللي اتنين حلوين جدا واللي اتنين صحيين قوي لكن طبعا ما اختلاف سعرات دي القمح وديقي الشوفان لكن اللي اتنين حلوين قوي زي ما احنا شايفين كده انا بتاعت بقى رص القطيف بتاعتي وزي ما قلت لكم درجة الحرارة هتكون علامتين وممكن كمان مئة وتمانين لكن الافضل علامتين علشان ناخد كده اول السوى والفرن سخنة علشان القطيف بتاعتنا ما تلزقش في الصينية هبتدي بقى ادهن القطيف كمان وشها زيت يعني معلقة كبيرة في الاسفل ومعلقة كبيرة على وش القطيف كده ونبتدي نمشيها بالفرشة المهم انها تكون كلها ممسوحة بالزيت كويس قوي علشان تقرمش وعلشان تستوي حلو كده وتاخد معنا اللون الدهب الجميل للقطيف حاجة كده كانت سهلة وسريعة وبجدة عمها كانت تحفة انا عجبني قوي اتمنى ان انتو كمان تجربوها وان شاء الله تعجبكم ودي كانت كم قطيف كده وكان عندي شوية اشطة بلدي وحشتها وحتطلع عسل ابيض وشوية مكسرات كانت بجدة عمها تحفة اللي بالاشطة دي كانت جميلة جدا جدا وكمان اللي بالحشوات بتاعتنا كانت حلوة اتمنى يكون الفيديو عجبكم اشوفكم رصة جاية على خير